عقدت وزارة السياحة والأثار مؤتمرا صحفي بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفستات للإعلان عن قرب افتتاح معرض الملك رمسيس وذهب الفراعنة بمدينة سدني في أستراليا وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار مصطفى وزيري أن معرض رمسيس وذهب الفراعنة يعتبر من أهم الوسائل التي تستخدمها الوزارة للدعاية والترويج لمنتج السياحة الثقافية والأثرية بمصر منظفا أنه سيعرض في أستراليا بداية من الشهر المقبل ولمدة ستة أشهر بعد أن عرض مسبقا بكل من الولايات المتحدة وفرنسا خلفا لتوت عنخ أمون نحن بنتكلم النهاردة على معرض رمسيس وذهب الفراعنة عمل حالة بداية من أول معرض في مدينة يوستن في أمريكا ثم سان فرانسيسكو ثم انتقالوا إلى باريس ووصل عدد الزوار في باريس بنتكلم على 817 ألف زائر في خمس تشهر ثم إن شاء الله نوفمبر القادم لفتتاح الرسمي يوم 17 نوفمبر بنتكلم على معرض رمسيس في سيدني عمل حالة أنا لسه راجع من هناك من شهرين تفقدت المكان اللي هيعرض فيه وشفت إن الدنيا كلها في سيدني بتكلم على رمسيس وذهب الفراعنة